اشوف التناظر كله على نقطة الارجن وين تكون هاي النقطة يصير عليها عملية تناظر اوكي او عملية العكاس اريد على محور الزت طبعا محور الزت هذا باللون الازرق مثل ما نشوف اذا اضغط على زت ما صار عندي اجي احرك جي زت اوكي بهالطريقة هاي السلام عليكم ورجعنا ياكم خلينا نكمل سلسلة شرح المعدلات لبرنامج بلندر هذا الفيديو راح نشرح معدل العكاس اللي هو الميرر تجي على خالة المعدلات وتروح تضيفه بهالطريقة هاي تظهر عندك كل هاي الاعدادات بس بالبداية خلينا نشرح شنو فكرة الميرر او العكاس عادة بالعمل التقليدي تجي مثلا تروح على اذا تريد تحرر او تعدل بهذا الكوب تضغط على التاب تمام انو تبدي التعدل منه اريد اغير بالشبه كمالتي وتجي على الجهة الثانية ايضا اريد اغير بها او نرجع كونترول زت او اجي احدد دني اس باعتبار انو اريد اتسوي العمل متساوي متناظر جي اوكي بهالطريقة هاي صارت متساوية انو تشتغل على الجهتين برنامج بلندر اضافه ميزة طبعا هاي اجت بالتحديثات او هي من ميزات بلندر روح على كيوب تمام روح تضيف الميرر ونشرح شنو وظيفته نتلاحظ تروح على تاب كونترول ار خلينا نقسم الشبكة بالبداية تروح على زت تطلع عندك هاي الاختيارات تختار ويرو فرين خلينا نجي نمسح هذا النصف اللي على اليسار اوكي اجي مسحة بس بعد ما مساحة المعدة الميرر تروح نضيفها مرة ثانية اذا تلاحظ ضاف لك انعكاس ثاني او سوالك شبكة ثانية بالجهة المقابلها اذا تلاحظ انه تجي فقط تشتغل على جهة اليمين ويطبق على جهة الياسار اذا هو هذا العمل الماتة او هي هاي وظيفة معدل الميرر انه يعكس لك العمل اللي دع تشتغل على جانب من جوانب الشبكة تجينا مثلا اريد اغير جي اوكي اريد اغير هنا اذا تلاحظ انه يتغير بالجهة المقابلها دعنا ناخذ بمثال يكون معقد اكثر شفت اي اروح على سوزان اوكي ضغط على تاب اروح زت واجي امسح هذا النصف بالمنا اكس اوكي واروح اضيف معدل الميرر من خانة المعدلات لا تلاحظ مباشرة طبعا هنا من الضيف المعدل توجد به هنا عدة اختيارات هذا الاختيار تقدر تشوف النقاط مثل تأثير الكائن الاصلي اللي ما المسح هذا الخيار خيار الثاني انه يلغي لك التأثير فقط بخانة التحرير اذا ترجع على الوبجيكت مود تلقينا العكاس بطبق بشكل كامل ترجع على خانة التحرير اوكي خيار الثاني انه يلغي لك خلاص تأثير معدل الميرر والاخير هذا يدير بالك تخلي علي اكس في الطريقة هاي لان ما يطلع عندك بعملية الرندر اوكي خلينا نجي نجرب ونشوف شفت اي رو هنضيف كاميرا اوكي كونترول ألت صفر خليها بالوسط نقربها لكم خلينا نضيف اضاءة ونطول المقطع بس ما يخالف جي نزود الاضاءة بها الطريقة هاي وعلى الرندر اوكي خلينا نشوف لغالك تأثير الانعكاس اوكي فسا بعد ما عرفنا كان هاي الاختيارات الموجودة خلينا نشرح شنو عمله ونتعمق بيه بشكل زائد عملية العكاس بهذا المعدل تعتمد على نقطة الاصل نقطة الاصل اللي ما يعرفها هي هاي هاي نقطة الارجن تمام نجي امسح اوكي نجي اضيف كيوب متوضح عندك اكثر اوكي جي اكس اريد اسحب المكعب لهنا واروح اضيف معدل الميرر ما راح يصير عندك اي انعكاس حسا انت قلت لي انه هو يسوى عملية تناظر شون سوى عملية تناظر هسا حقين ما صار عندي اي عملية تناظر للشبكة ليش لان انت ضايفة على الشبكة نفسها تمام اذا اريد اعكس بالجهة المقابلة وقلت لك انه هذا المعدل يعتمد على مكان هاي النقطة يعني اذا تروح هنا واريد احرك افعل هذا الخيار طبعا تقدر تحرك نقطة الارجن اضغط على جي اكس لا تلاحظ واجيب نقطة الارجن خلي خليها بالوسط بها الطريقة هاي اروح من الاعلى او من الامام شوف ان العكاس وان صار على مكان نقطة الارجن اوكي هذا بمحور الارجن محور الارجن هو باللون الاحمر اذا اريد على محور الواي تضغط على واي اوكي ايضا ما صار عملية انعكاس تحرك نقطة الارجن جي اوكي جي واي تجي تحركها بهذه الطريقة هاي شوف تناظر كلا على نقطة الارجن وين تكون ان هاي النقطة يصير عليها عملية تناظر اوكي او عملية انعكاس اريد على محور الزت طبعا محور الزت هذا باللون الازرق مثل ما نشوف اذا اضغط على زت ما صار عندي اجي احرك جي زت اوكي بهذه الطريقة هاي تمام خلينا اجي نمسحها اروح نضيف ايضا كيوب مرة تانية نشرح جي اكس خلينا نطفي هذا الخيار طبعا هنا عندك عدة خيارات تقدر تستعمل بها معدل المرأ اروح اضيف المعدل اوكي اذا ما اريد احرك نقطة الارجن يعني مثلا انا عندي شخصية دعش تول عليها ار خلينا نقول هاي الذراع الشخصية اريد اجيبها هنا اريد اسوح عملية تناظر على الجسم الشخصية فعندك خيار هنا Mirror Object تجي من هاي القطارة وتختار هذا الخيار مباشرة راح يسوي عملية تناظر طبعا هذا الشرح بسيط شون تستعملي ويا الشخصيات اوكي تلما اشوف اوكي خلينا نروح نضيف مكعب ثاني Tab Ctrl-R اوكي اجي امسح هذا النصف يكون على اليسار واضيف معدل الميرر اوكي في الطريقة هاي طبعا هنا عندك خيارة لكليبينغ هذا اذا تجي بخانة تحرير تضغط على Tab Z تجي تحدد دني جي وتسحب لا تلاحظ عملية انقسام للشبكة انو شبكة ما مترابطة خاصة عندك بصناعة شخصيات انتبه فتفعل هذا الخيار هذا الخيار انو يسوي لك عملية damage بس اذا انت ما مفعله اذا اجيت سويت هنا Z اذا اجيت هنا يصر عملية تداخل للشبكة وما يصر عملية تلاسق فتفعل هذا الخيار اوكي G X هالطريقة هذي هذا الخيار جدا مهم لازم تفعل بعد عدنا طريقة انو تقدر تستخدم معدل الميرر مثلا shift A خلينا نضيف سفير او خلينا نصنع مجسم shift A Q S Z خلينا نصنع طبل بالعلاقة طبعا اوكي هني اجي مثلا هنا طب اروح الوجه احدد هاي اضغط على I اوكي اضغط على E Z للاعلى اوكي خلينا نفترض انو رجل الطبل رح تكون هنا حدد الحافة ل I واجيب shift S وانقل ال crosser هنا تمام اضغط على طب ارجع ال object mode shift A واضيف cylinder S shift Z اقلله بعد S shift Z لا تنسى انه تضغط control A طبق scale G X G تحريك Z محور Z طبعا بالحالة اعتيادية انه تجد تنسخ shift D تمام خاصدا بالنسبة للمبتدئين ويجي اعدل مكانها مننا اوكي هاي الطريقة اعتيادية بس معدل مرر تجد تنقر عليه تروح اضيف معدل مرر وتختار هذا الاختيار اوكي كما نشوف افعل Y خلال ثواني انت صناعت مجسم طريقة سريعة تقدر تغير الكائن الاصلي دائما الكائن الاصلي تجد نقطة point مثلا هنا tap تروح على high تحدد S shift Z لا ما حدد دائما كلهن هنا حدد نتأكد معدهن S shift Z اوكي تقدر تغير مثلا control R تضغط على E S shift Z لا تلاحظ انه بدت تتغير عندك بس مجرد تغير على الكائن الاصلي راح يطبق عندك كل الشبكات المعكوسة خلال ثواني صنعت هذا المجسم عن طريق معدل المرور اذن هاي وظيفة معدل المرور انه فقط هو يسوي لك عملية انعكاس بالجهة المقابيلة للشبكة اللي انت دع تشتغل عليها هاي الخيارات انه بتقدر تستعملها وايضا تقدر تستكشف اهميته من خلال الممارسة علي معدل المرور لهنا وصلنا النهاية الفيديو اذا عندك اي سوال سعيني بخصوص معدل المرور انا اجاوب عليك بالتعليقات لا تنسي اللايك للفيديو او الاشتراك بالقناة الى ما مشترك السلام عليكم